اشتركوا في القناة الخليفة المشرف العام على بطولة وزارة الداخلية تشالينجر للتينس المعرض المصاحبة للبطولة بحضور السيد ديفيد هاجيرتي رئيس الاتحاد الدولي للتينس والشيخ عبد العزيز بن مبارك الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للتينس وعدد من المسؤولين والرياضيين والجمهور الذين شهدوا المباريات التي اقيمت على ملاعب نادي ضباط الامن العام واجتمل المعرض على العديد من الفعاليات والانشطة المتنوعة وذلك بمشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة فيما تم تنظيم مسابقات وانشطة رياضية مختلفة للجمهور اقدر اقول لي حين ما بتدى الجد ان شاء الله في مباريات اقوى غادمة وتأونا الحمد لله بعد افتتحنا الفان زون وان شاء الله نشوف بعد اقبال اكثر عليه اشوف الكلمة استانس وهذا المهم بالنسبة لي وبلا شك يعني اسبوع بينا بيكون ممتع في نفس الوقت في حماس وان شاء الله بعد يكمل على خير بذن الله حاليا مواجهنا اي مشاكل من ناحية اللي هو استغبال الوفود اللي هو من لاعبين زاد الحكام زاد رأساء اللي هو الاتحادات نفسه فالحمد لله مواجهنا اي صعوبة توجيهات اللجنة التنظيمية شفنا في اختلاف كبير عن السن اللي طافت ندعو الجمهور خصوصا اللي يحبون لعبات التنس تعال استامتعنتوا عائلتك الكسبو لي طفهم الكسبو هاي اهم شي بالنسبة حق مبارتي اليوم طبعا انا يعني يمكن اسعد لاعب تنس حاليا في العالم اول ما سمعني ان اللاعب فابي وفنيني او اللاعبين الثانين حتى ريشارد قاسكي وكون كثير من اللاعبين طبعا موجودين ولكن خصوصا هاي الثلاث لاعبين لانهم كانوا توب تن على العالم لحسن حظي ان القرعة صارت اني العب معه فجدا سعيد ويعني حدي متشوق اني العب هاي المباراة طبعا وبقدم كل اللي اقدر عليه وكل اللي عندي هذا وتستمر منافسات الادوار المتقدمة من بطولة وزارة الداخلية تشالينجر للتنس بخمسة عشر مواجهة على ملاعب التنس في نادي الضباط خلال الفترتين الصباحية والمسائية حيث يخوض البحريني يوسف قائد اولى مبارياته في البطولة عندما يواجه المصنف الثاني في البطولة الايطالي فابيو فونيني ويلتقي كل من المصنف الاول في البطولة الاسترالي كريستفر اوكونيل والبريطاني بيلي هارس بالاضافة الى مباريات قوية اخرى اشتركوا في القناة